مشكلتنا إذن في انعدامي ولا أقول في غياب هناك انعدام وانعدام واضح للمنظومة الإصلاحية في واقع العراق عموما وفي واقع شيعة العراق خصوصا ليس هناك من قيادة صالحة ومصلحة مراجع الدين فاسدون ومفسدون والزعماء السياسيون فاسدون ومفسدون الواقع هو الذي يخبرنا عن ذلك وبشكل واضح وصريح فليس هناك من منظومة إصلاحية لا وجود لقيادة صالحة ولا وجود لنخبة صالحة ولا وجود لبرنامج صالح ولا وجود لجمهور صالح أصبح الجمهور العراقي بشكل عام وأتحدث عن الجمهور الشيعي بشكل خاص أصبح أكثر فسادا من السياسيين لماذا؟ لأن المرجعية الأفسد هي التي غذته وهي التي نشرت الفساد والإفساد على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي وعلى سائر المستويات الأخرى فضلا عن فرض فضل الفاسدين والمفسدين على شيعة العراق وكذلك ما تقوم به المرجعية من دفاع عن هؤلاء الفاسدين والمفسدين يضحكون عليكم يقولون لكم من أن السيستان لا يستقبل السياسيين يضحكون عليكم أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجزئية لكنهم يضحكون عليكم وقت الحلقة لا يكفي لكثرة التفاصيل التي أريد أن أضعها بين أيديكم الذي يتوفر في الواقع الشيعي منظومة إفساد قيادات فاسدة ومفسدة ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بزعماء الحركات الدينية الشيعية من أصحاب العمائم ومن غير أصحاب العمائم وإن كان الفساد كل الفساد عند أصحاب العمائم المفسدون الأقبح هم أصحاب العمائم السوداء والبيضاء إن كانوا في النجاف أو كانوا في بغداد أو كانوا في أي مدينة أخرى من مدن العراق هذه الصورة الأولى صورة تتحدث عن قيادة فاسدة وعن نخبة فاسدة وعن برنامج فاسد مفسد وعن جمهور صار أكثر فسادا من النخبة ومن السياسيين لقد انتشر الفساد بكل أشكاله في واقع المجتمع العراقي نظرة فاحصة سريعة لما ينشر على الفضائيات ولما ينشر في الجرائد والمجلات الورقية ولما يتحدث به المتحدثون على منابر المساجد والحسينيات ولما يعرض على الإنترنت بكل تفاصيله بكل برامجه وتطبيقاته ما يعرض على الإنترنت وما يعرض في كل وسائل الإعلام وهو لا يمثل كل شيء ولا يعطينا صورة كاملة للفساد والإفساد في واقع مجتمعنا العراقي عموما وفي واقع مجتمعنا الشيعي العراقي بشكل خاص جمهور فاسد ومفسد فإنهم ينقلون لنا واقع المرجعية الفاسدة والمفسدة إنهم المراجع أطوسيون المرجعيون البتريون من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء في النجف وكربلاء هذه الصورة الأولى الصورة الثانية تغيير سياسي قادم من خارج العراق يتحدثون عن هذا الموضوع منذ أمد من الزمان ربما تركز الحديث على هذا الموضوع في الفترة الأخيرة البعض يكذب هذا والبعض يعد هذا من أمنيات السياسيين الفاشلين أو السياسيين المطرودين والمحرومين من الكيكة العراقية القضية ليست كذلك هناك معطيات حقيقية قد لا تكون على خشبة المسرح بشكل واضح لكننا إذا أوغلنا في كواليس المسرح السياسي العراقي فإن معطيات حقيقية تشير إلى هذه القضية من أن مشروعاً على الطاولة السياسية الأمريكية لتغيير سياسي في قادم الأيام لكنني لابد أن أشير إلى نقطتين النقطة الأولى أذكر الذين عاشوا زمان المعارضة حينما كنا نعيش زمان معارضة النظام الصدامي كم كنا نسمع من المشاريع عن إسقاط نظام صدام البعض منها كان تحليلاً سياسياً فاشلاً والبعض منها كان أمنيات إنها أمنيات المعارضة السياسية حينما يعيش المعارضون السياسيون في المنافي لكن البعض من تلك المشاريع كان حقيقياً إلا أنه لم ينفذ ولم يطبق على أرض الواقع لماذا؟ المشاريع السياسية حتى لو أنجزت على الورق واتخذت فيها القرارات القطعية لأمر بسيط تتوقف لموقف سياسي معين تتعطل تتأخر تتبدل هذا الأمر عايشناه كراراً ومراراً زمن المعارضة السياسية للنظام الصدامي المجرم هناك مشاريع تتبنها دول عربية هناك مشاريع تتبنها دول أوروبية هناك مشاريع تشترك فيها بعض دول الجوار العراقي أتحدث عن زمان المعارضة للنظام الصدامي المجرم هناك مشاريع تتبنها الدول الكبرى وتضع المخططات وترصد الإمكانات المادية ولكن يقع حدث من الأحداث تصريح من التصريحات أمر سياسي داهم يغير الأمور بالتمام والكمال تغير الخطط أو يلغى ذلك المشروع أو أنه يؤخر إلى زمن بعيد هذه حقائق فالمشروع الأمريكي القادم هو محكوم بنفس هذه القوانين المشروع الأمريكي القادم لتغيير الوضع السياسي في العراق حقيقة لكن من قال أنه سينفذ ومن قال أنه سيفعل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لابد أن تعرف من أن المشروع الأمريكي هذا وضع على الطاولة بعدما خرج الداعشيون من الموصل حينما كان حيدر العبادي رئيسا للوزراء في تلك الفترة الأمريكيون وضعوا مخططهم هذا قطعا حدثت فيه تغييرات وحدثت فيه تقلبات ما سمي بحركة تشرين أو بثورة تشرين كما يحلو للبعض أن يطلق عليها أحداث تشرين في العراق كانت طلائع المشروع الأمريكي أنا لا أتهم أحدا بالعمالة هنا ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لأنني عالم وعارف من أن كل المعارضات السياسية في العالم في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل لا بد لابد أن تكون لها علاقات مع دول قوية هذه القضية مفروغ منها البعض قد يكون عميلا البعض لا يكون عميلا هذا أمر آخر تلك قضية شخصية ترتبط بطبائع الأشخاص أما في واقع العمل السياسي فما من معارضة سياسية تريد أن تصل إلى الحكم تريد أن تزيح حكم النظام الذي تعارضه ما من معارضته أكانت كبيرة أم كانت صغيرة في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل لا بد أن ترتبط بدول ولا بد أن تقيم علاقات مع دول عديدة كي تدعم هذه الدول تلك المعارضة دعما ماديا بالدرجة الأولى ودعما عشكريا بالدرجة الثانية ودعما قانونيا بالدرجة الثالثة ودعما سياسيا بالدرجة الرابعة كل معارضة سياسية تحتاج إلى المال والسلاح والإمكانات العسكرية بحدود حاجتها وتحتاج إلى الدعم القانوني تحتاج إلى تأسيس قانوني تحتاج إلى الوثائق القانونية على مستوى الأفراد وعلى مستوى المعارضة بشكل عام وتحتاج إلى الدعم السياسي وتحتاج إلى الإعلام وإلى وإلى وكل هذا فإن كل حركة معارضة من الحركات السياسية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل لا بد أن تستعين بالدول الأخرى هذا موضوع مفروغ منه حركة تشرين قادها في الكواليس شخصيات عراقية منهم بعثيون ومنهم غير بعثيين جامعيون وأكاديميون وسياسيون عملوا في السياسة في النظام السابق أو أنهم عملوا في السياسة ما بعد 2003 في النظام الموجود في العراق لكنهم كانوا على علاقة بالسفارة الأمريكية كانوا على علاقة بالأمريكان صحيح أن كثيرين من الشباب الذين نزلوا إلى الشارع وقتلوا وجرحوا وتعرضوا لإعاقات مستديمة في أبدانهم لا يعرفون شيئا من هذا وإنما خرجوا يطالبون بحقوقهم يعترضون على حالة الفساد والإفساد في العراق لكن الكواليس شيء وما على خشبة المسرح شيء آخر أنا لا أريد أن أصف الجميع بأنهم من أبناء السفارات مثل ما يقال عنهم في الأجواء الإسلامية والدينية لا شأن لي بكل هذا أنا أرفض الواقع السياسية في العراق بقضه وقضيضه أرفض التشرينيين وأرفض الإسلاميين الشيعة والسنة على حد سوا أرفض الواقع السياسية العراقية بقضه وقضيضه هذه حرية شخصية في الموقف وفي القناعة والرأي والفكر مثلما أنتم تمتلكون حقا في أن تشخصوا موقفكم السياسية وأن تعبروا عن آرائكم وتحكمون على سين أو صاد من الأشخاص أو على كاف أو لم من الجهات فأنا أمتلك هذا الحق أيضا على أي حال حركة تشرين لم تكن حالة بعاث من دون تحريك شارك الناس فيها لما وجدوا مجالا للتعبير عن غضبهم وللمطالبة بحقوقهم لكن أشخاصا في الكواليس كانوا جالسين لم يظهروا على خشبة المسرح البعض منهم كان في بغداد والبعض منهم كان في النجف والبعض منهم كان في أربيل والبعض منهم كان في الأردن والبعض منهم كان في واشنطن والبعض منهم كان في لندن هنا وفي وفي تلك هي الحكاية لو كنت أرى فائدة في أن أكشف لكم عما جرى في كواليس تشرين لكشفت لكم الكثير من الحقائق وبالوثائق لكنني لا أهتم بهذا الموضوع ولا أجده مهما بالنسبة لي فهل سيتحقق هذا الأمر يمكن ذلك لكنني أحدثكم من قناعتي الأمريكان سيكررون خطأهم أمن الآخر مثل ما جابوا للعراق سنة 2003 خطلية ملتحين ملتحون راحي جيبون للعراق إذا ما نفذوا مشروعهم هذا خطلية بس مو ملتحين والوضع سيكون أسوأ الفارق بين هتلية 2003 والهتلية الجدد الفارق هو في اللحة هتلية 2003 ملتحون والهتلية الجدد غير ملتحين وربما البعض منهم سيكونون من الملتحين لكن الصورة العامة الصورة العامة فبدلا من الهتلية الملتحين سينتقل الأمر إلى هتلية غير ملتحين هسا قسم منهم مزين اللحية والشوارب ضاربه نموس عزيرو قسم مزينين اللحية ومبقين الشوارب هذا اللي يسمونه بالعراق قبصة شاي قبصة شاي يعني كمشة شاي مقدار من الشاي من الشاي اليابس غير المطبوخ من الشاي الأسود بعضهم شواربه قبصة شاي من دون اللحية وبعضهم مزين اللحية والشوارب هتلية بهذه الصورة مثل ذول الهتلية الملتحين اللي موجودين عدنا الفارق هو هذا وضع العراق سيتحرك من سيء إلى أسوأ وإلى ما هو أسوأ من الأسوأ لماذا؟ لانعدام المنظومة الإصلاحية وما دامت مرجعية النجاف تدخل أصابعها في ثقوب السياسة فإن وضع العراق لن يكون إلى خير في أي مقطع من مقاطع الزمان في الأيام القادمة هل استمر هذا الحال وتبقى الحالة السيئة تكرر نفسها في دوامة الفساد والإفساد أو أن الأمريكان سيطبقون مخططهم في تغيير الواقع السياسي العراقي يخرجون الهتلية الملتحين ويأتوننا بهتلية غير ملتحين هذا هو الواقع بحسب رؤيتي وبحسب قناعتي نذهب إلى فاصل